السلام عليكم بنات شلونكم شغباركم انشاء الله الكل تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وياكم ايمان من قناة ايمي لفني الكروشي اليوم بنات بهاي الفيديو رح نشتغل رأس الزرافة انشاء الله اليوم رح نكملها ورح نخلي العيون ونرسم الحاجب وكل شي هسه رح اجيب الخيط بنات ورح نبتدي بالشغل لا تنسون لايك للفيديو واشتراك للقناة ولا تنسون بنات تفعيل الجرس هسه بنات رح نبتدي بالشغل ورح نجيب الخيط الأصفر نسوي الدائرة السحرية مالتنا بسم الله من بعد الدائرة السحرية بنات رح نشتغل بداخل هاي الدائرة ست غرزات حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اشتغل ست غرزات حشو بداخل دائرة السحرية ألزم خيط البداية واسحبها الى ان تقفل عندي الدائرة تمام هسه دا نروح السطر الثاني وبسطر الثاني بنات رح نشتغل مباشرة بدون ما نسوي منزلقة على اول حشو بنات اسحب الخيط بس اعدلها اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو بدون ما نسوي منزلقة رح اجيب علامة حتى من خربطوا عدد الغرز تمام هسه عندي ست غرزات حشو بسطر الثاني بنات رح ستغل تزايد فوق كل الحشوات اللي عندي الست غرزات حشو تصير اثنائج غرزة حشو هاي اضيف عليها بعد حشو حتى يكتمل عندي التزايد وراها هاي تزايد الثاني حشوتين بنفس المكان تزايد الثالث حشوتين بنفس المكان تزايد الرابع حشوتين بنفس المكان تزايد القامس حشوتين بنفس المكان وتزايد السادس حشوتين بنفس المكان حاليا المجموع صار اثنائج غرزة حشو اواخر العلامة هزا دا نروح لسطر الثالث وبسطر الثالث رح نشتغل حشو وتزايد حشو تزايد الى نهاية السطر اوكي هاي اول حشو سويناها والغرزة اللي بعدها بنات رح نشتغل تزايد همينا حشو غرزة اللي بعدها نشتغل تزايد والى نهاية السطر على هالشكل حشو تزايد حشو تزايد وصل للعلامة بنات وارجا لكم كملتها بنات وحاليا المجموع عندي 18 غرزة حشو اواخر العلامة وهس دا نروح لسطر الرابع وبسطر الرابع بنات رح نشتغل غرزتين حشو فردية بالغرزة الثالثة رح نسوي تزايد هاي اول حشو فردي غرزة اللي بعدها همينا فردية لكن بالغرزة الثالثة نشتغل حشوتين بنفس المكان يعني تزايد اوكي همينا نسوي بعد واحد اثنين حشوتين فردية بالغرزة الثالثة رح نشتغل تزايد والى نهاية السطر بنات اكملها وارجعلكم كملت بنات حشو تزايد وحاليا المجموع عندي 24 غرزة حشو هسه اوخر العلامة وده نروح لسطر الخامس وبسطر الخامس رح نشتغل ثلاث غرزات حشو فردية بالغرزة الرابعة رح نسوي تزايد هاي اول حشو وراها اثنين ثلاثة ثلاث حشوات فردية بالغرزة الرابعة نسوي تزايد حشوتين بنفس المكان همينا هاي اوخرها همينا واحد اثنين ثلاثة ثلاث حشوات فردية بالغرزة الرابعة نشتغل حشوتين بنفس المكان يعني تزايد وإلى نهاية السطر على هالشكل ثلاث حشوات وتزايد أكملها أوصل للعلامة وارجع لكم كملتها بنات ثلاث حشوات وتزايد حاليا المجموع عندي ثلاثين غرزة حشو او اخر العلامة وهس هنا بنات رح نشتغل أربع غرزات حشو فردية وراها نسوي تزايد نخلي العلامة مكان العلامة هاي واحد اثنين ثلاثة أربع أربع حشوات فردية وراها بالغرزة الخامسة رح نسوي تزايد حشوتين بنفس المكان وإلى نهاية السطر على هالشكل أربع حشوات فردية بالغرزة الخامسة نسوي تزايد كملة بنات سطر السادس وحاليا المجموع عندي ستة وثلاثين غرزة حشو او اخر العلامة وهسا نروح السطر السابع وبسطر السابع بنات رح نشتغل خمس غرزات حشو فردية بالغرزة السادسة رح نسوي تزايد هاي واحد اثنين عفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمس حشوات فردية بالغرزة السادسة رح نشتغل حشوتين بنفس المكان اوكي همينا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمس حشوات فردية بالغرزة السادسة نسوي حشوتين بنفس المكان يعني تزايد وإلى نهاية السطر رح نسوي على هالشكل خمس حشوات وتزايد خمس حشوات وتزايد نكملها إلى العلامة وارجع لكم كملنا بناء السطر السابع وحاليا عندي اثنين واربعين غرزة حشو اوخر العلامة وهس نروح السطر الثامن وبسطر الثامن رح نشتغل ست غرزات حشوة فردية وراها بنات نسوي تزايد هاي اول حشو مكان الالامة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست حشوات فردية بالغرزة السابعة بنات رح نسوي تزايد تمام وإلى نهاية السطر على هالشكل ست حشوات وتزايد ست حشوات وتزايد كملتها بنات وحاليا المجموع عندي 48 غرزة حشو رح نتوقف بالتزايد بنات نتوقف هنا رح نشتغل سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص جد نشتغلها بنات رح نشتغلها أربعة سطور أربعة سطور من الحشوات الثابتة فكل غرزة حشو غرزة حشو وحدة بس تمام وهمة نحزبوها وياكم لازم يطلع المجموع 48 غرزة حشو انا اكملها بنات أربعة سطور وارجعلكم على مود وقت الفيديو كملت بنات أربعة سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص هسا بنات رح نشتغل نسوي بعض التزايدات حتى ينطني بروزة مكان الخدود رح نشتغل من البداية 14 حشو ثابت وربع أوكي هاي مكان العلامة أسحب الخد واشتغل تناقص أجيب العلامة وأحسب هاي مكان العلامة أقول واحد وراها وراها اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة اداعش أفا اداعش اثنعاش تلاتعاش أربع تعش اشتغلت 14 غرزة حشو حسبتها من مكان العلامة 14 غرزة حشو حسنا انتبهوا بياي بنات حتى الباترون يطلع يمكم مضبوطة ان شاء الله راح نشتغلها انا ما راح اوقف بالفيديو اشتغلها خطو خطو بياكم حتى تكون واضحة لكم اول شي بنات مثل ما قلت لكم اشتغلنا 14 غرزة حشو تمام من بعد هاي 14 غرزة حشو راح نسوي تزايد اوكي شوفوا هاي الغرزة مباشرة راح اشتغل حشوتين بنفس المكان اوكي ورح احسبها اقول هاي اول تزايد من بعد هاي التزايد راح اشتغل غرزة حشو فردية ثابتة اوكي من بعد هاي اشتغل تزايد اوكي من بعد هاي راح اشتغل حشو واحد فردي وراها ارجع اشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان اوكي من بعد هاي اشتغل حشو فردي من بعد ها اوكي وراها ارجع اشتغل تزايد شوفوا بناد سوينا اربعة تزايدات ما بين كل تزايد حشو واحد بس اربعة تزايد حشو واحد تفصل ما بين كل تزايد اوكي تمام هنا كملناها وراها بناد ارجع اشتغل خمس غرزات حشو ثابتة اوكي شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة من بعد التزايد الاخير اشتغل خمس غرزات حشو وراها ثابت اوكي من بعد هاي بناد راح نرجع نكرر نفس اللي سويناها اهنا اوكي هاي خدود الاول اشتغلنا خمس مسافة ما بيناتها راح نكرر نفس الخطوة بهاي الانتجاه حتى يطيني بروزة الخدود اه لكل خد اوكي راح نشتغل من بعد هاي الخمس تزايد اه خمس حشوات اشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان اوكي هاي اول تزايد احسبها من هاي الطرف وراها اشتغل حشو واحد فردي من بعد حشو الفردية اشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان وهاي تزايد الثاني من هاي الجهة اوكي وراها حشو واحد فردي اكرر اشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان وهاي صار ثالث تزايد اوكي ارجع اشتغل بعد حشو فردية وراها اشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان اوكي يعني همنا اشتغلنا اربعة تزايدات ما بين كل تزايد حشو واحد بس اوكي نفس اللي سويناها هنا كررناها من هاي الطرف اوكي بنات وراح ارجع اشتغل حشوات ثابتة الى العلامة واني اشتغلها وياكم حتى تعرفون كم غرزة بقت الى العلامة اوكي شوفوا هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ادعاش اثناش تلتعاش اربعة عش خمسة عش اوكي بنات خمسة عش غرزة حشو كمناها وصلت الى العلامة احنا اول شي شنو سوينا من البداية اشتغلنا اربعة عش غرزة حشو وراها اشتغلنا تزايد حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد حشو اربعة تزايدات ما بين كل تزايد حشو واحد بس وراها اشتغلنا خمس غرزات حشو ثابتة وربعة وكررنا نفس الشي اربعة تزايدات ما بين كل تزايد حشو واحد واخر شي اشتغلنا خمسة عش غرزة حشو وكملناها وصلنا للعلامة حاليا المجموع عندي ستة وخمسين غرزة حشو اوكي بنات راح نشتغل سطرين بدون تزايد وبدون تناقص نشتغل ها حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص كملت بنات سطرين من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وارجع لكم كملت بنات سطرين من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص هسه بنات همينا راح نرجع للتزايد راح نسويها همينا من مكان الخدود لكن هالمرة الغرزات العدد الغرزات راح تختلف هس اشتغلها وياكم الى نهاية السطر بدون ما اوقف بالفيديو اواخر العلامة وراح اشتغل بنات اداعش غرزة حشو ثابت شوفوا مكان العلامة اشتغل حشو واحد وارجع العلامة هاي مكان العلامة احسبها اقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اوكي اشتغلت من مكان العلامة اداعش غرزة حشو ثابت وربعة اوكي هسا راح نرجع للتزايد شنسوي من بعد هاي الاداعش غرزة حشو هاي الغرزة اللي بعدها شوفو مباشرة راح اشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان واحسبها هاي اول تزايد من بعد هاي التزايد بنات راح اشتغل حشو واحد فردي وراها بنات حمينة سوي التزايد هاي ثاني التزايد وراها هاي التزايد اشتغل حشو واحد فردي حمينة ارجع اشتغل تزايد الغرزة اللي بعدها حشوتين بنفس المكان وهاي ثالث تزايد من بعد التزايد شوفو الغرزة اللي بعدها مباشرة راح ارجع اسوي عشو ثابت اوكي من بعد هاي الحشو الثابت همينة اسوي التزايد الغرزة اللي بعدها يعني سويت اربعة تزايدات ما بين كل تزايد حشو واحد بس تفصلها ما بين كل تزايد اوكي تمام هسا كملنا هاي القسم نرجع لقسم الامامي قسم الامامي بنات مسافة ما بين هاي الخدود والخدود الثانية راح نشتغل عشرين غرزة حشو ثابت وربعات اوكي هسا كملنا هاي تزايدات وراها نرجع نشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اوكي بنات اشتغلت من بعد هاي التزايدات ما كان العلامة اشتغلت اشرين غرزة حشو ثابت وربعات اشتغلتها قدام عيونكم من بعد هاي بنان راح نجي نكرر نفس اللي اللي سويناها هنا راح نكررها من جهة ثانية مباشرة من بعد هاي التزايد اشتغل حشو واحد فردي تمام وراها ارجع اشتغل تزايد حشوتين بنفس المكان هاي التزايد الثاني من بعد هاي التزايدات اشتغل حشو فردية واحد بس وراها ارجع اشتغل تزايد هاي ثالث تزايد اوكي همين اشتغل حشو واحد فردي وراها نسوي تزايد وهاي تزايد الاخير الرابعة اوكي بنات شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة تزايدات ما بين كل تزايد حشو واحد بس اوكي وراهاي كمان القسم راح نرجع نشتغل الحشوات الثابتة الى العلامة اوكي شوفوا اشتغل هواياكم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اي داعش اوكي بنات وكملنا وصلنا الى العلامة اول شي اشتغلنا اي داعش غرزة حشو وسوينا اربعة تزايدات ما بين كل تزايد حشو واحد تفصلها وراها من قسم الامام اشتغلنا اشرين غرزة حشو ثابت من جهة ثانية كررنا نفس الشي اربعة تزايدات ما بين كل تزايد حشو واحد واخر شي همينا بقالنا اي داعش غرزة حشو اوكي بنا هسا راح نوخر العلامة وراح نشتغل اربع سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وحاليا بنات المجموعة اللي عندي اربعة وستين غرزة حشو راح اشتغلها اربع سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص حشو واحد انا اكملها بنات حشوات ثابتة في كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس اكملها بنات وارجع لكم كملت بنات الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص اللي اشتغلناها اربع سطور من اللي كان اربع وستين غرزة حشو تمام هسا اجا الوقت اللي نخلي العيون انا راح اجيب العيون بنات ونخليها اول شي مثل ما قلت لكم بنات كياس العيون اربعة عشر مليم وانتو اي نوع اتخلون او يتخلون خرزة هم يصير هيرجع لكم العيون بنات وين نخليها راح نخليها مباشرة ما بين سطر السطع والسطر السبع اوكي راح نحسبها هيتش من فوق راح اقول عدلها لأن هسا الاضاءة زينا حتى ما تكون كلش عالية تطلع مثل اللون ابيض حتى تكون وابحة لكم هسا مثل ما قلت لكم قلت لكم راح اخليها من ما بين سطر السطعش والسطعش هاي تمام افتهمناها لكن وين نخليها شوفوا هاي مكان القدود وهاي مكان القدود الثانية البنات اللي يشوفون اخر غرزة من التزايد راح يخلوها من بعد التزايد يحسبوها ست غرزات من بعد التزايد والبنات عادي اذا مثلا المبتدئات من شوفوا مكان التزايد او يخربطون من ما بين مكان التزايد عادي هيش يطبقوا القطعة اوكي وراها طبقوها مرة ثانية اوكي يجون على او الوسط شوفوا هاي الوسط عندي اوكي وهيش حزبوها حزبو مننا نخليوا العيون الاولى اخلي اخلي العيون ماتي شوفوا اعدلها من الرئيس المكان اللي خدود تكون كل شواب حون بينه احسبها بنات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اداعش اثنعاش تلتعاش اربعتعش خمسطعش ستعاش اخليها ما بين الستعاش والسبعتعش اوكي بنات اذا اتشوفون مكان التزايد اخر تزايد سويناها شوفوا اخر تزايد كانت هاي اخر تزايد احسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة انا مباشرة اجيت من الوسط شوفوا بنات راح اخلي العيون هنا اول عين دخل دخل الاول عيون لنا شوفوا حجم الاين اكبر تكون صعبة بالهاي فبنات من بعد ما خلينا العيون راح نحسب مسافة ما بين العيون والعيون الثانية ست غرزات حشو من بعد العيون شوفوا هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بالغرزة السابعة ادخل صنارتي شوي اكبر المكان على مود ادخل العيون اوكي وهاي خلينا العيون راح نجي نتني او يعني نقلب القطعة نجي نخلي القفل مالتا وتأكدوا بنات من القفل انه تقفلوها كل جزين حتى مين فتح اوكي وهمين تقدرون تجيبون جداحة يعني ولاعة خلينا نقول بالمصري شوي تحرقون منا ومنا حتى تكون ثابتة ما يطلع لكن انا ما اعتقد انه راح يطلع تمام بنات هسا شوفوا خلينا العيون هسا نرجع للشغل وهنا بنات راح نرجع للتناقصات بعد ما راح نسوي تزايد راح نشتغل ست غرزات حشو فردية وراها نشتغل التزايد عفون التناقص هاي مكان العلامة اول غرزة رجع العلامة واشتغل هاي احسبها واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ست غرزات حشو فردية وراها بنات اجي اخذتك من الحلقات الامامية اسحبها واشتغل التناقص الماتي وإلى نهاية سطر على هالشكل ست غرزات حشو تناقص ست غرزات حشو تناقص انا اكملها وارجع لكم كملتها بنات ست غرزات حشو تناقص حاليا المجموع عندي ستة وخمسين غرزات حشو اواخر العلامة وهنا بنات راح نشتغل ثلاث سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص لكن بنات حزبوا عدد الغرز لازم يطلع عندكم ستة تسطور من الحشوات الثابتة هسا بنات راح نرجع للتناقص همينا نسوي خمس غرزات حشو وراها تناقص اوكي شوفوا هاي اول حشو ثاني حشو ثالث حشو رابع حشو خمس حشو خمس حشوات فردية بنات وراها نسوي التناقص وإلى نهاية السطر على هالشكل خمس حشوات وتناقص انا اكملها وارجع لكم كملت بنات خمس حشوات وتناقص هسا واخر العلامة وراح نرجي نسوي هنا أربع حشوات وراها نسوي التناقص أربع حشوات فردية وراها نسوي التناقص هاي ما كان العلامة غرزة حشو اجيب اخلي العلامة واحسب هاي واحد اثنين ثلاثة 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 حشوات فردية وراها تناقص وإلى نهاية السطر على هالشكل ثلاثة حشوات وتناقص كملتها بنات وحاليا عندي ثلاثة غرزة حشو أواخر العلامة وبهاي سطر بنات رح نشتغ حشوتين وراها نسوي التناقص هاي واحد اثنين حشوتين فردية وراها بنات تناقص أوكي إلى نهاية السطر على هالشكل لكن بنات لا تنسون همين أخلو بيها قطن أوكي إيه بنات أنا كملتها وخليت بيها قطن هم كل جزين هسا بنات حاليا المجموع بقى عندي 24 غرزة حشو نفس قياس رقبة الجسم لكن أنا شوفوا نفس القياس لكن أنا أريد أصغرها أكثر على موت بنات الجسم فتحت الرقبة يعني الرقبة خلي نقول يطلع أكبر من الرأس حتى ينطيني كشكل الزراعة تمام بنات هنا شا سوي أنا عفوا هاي مفتوحة عندي أعدلها إيه بنات أعدلت الغرزة المفتوحة هسا مثل ما قلت لكم عندي 24 غرزة حشو نفس قياس جسم نهاية الجسم لكن بنات أنا أريد أصغرها فشا سوي أشتغل سطر حشو وتناقص حشو تناقص حتى ينطيني شكل رقبة الزرافة لأن إحنا ما نريد رقبت طوال كل شو هاي لأن يصير محلو أو يصير مائل فأني أريد شوية بس أشتغل حشو وراها بنات أشتغل تناقص حشو أوكي همينا حشو وراها تناقص وإلى نهاية سطر بنات أنا أكمل ها كلها وارجع لكم كملتها بنات وهنا مكان العلامة نجي نسوي منزلقة نرتفع سلسلة مجرد الارتفاع ونجي نقص الخيط تمام نقص على مسافة قصيرة بنات أعلمون إحنا بالجسم تركنا خيط للخياطة فبالرأس ما رح نترك خيط بنات أنا هنا وصلت لنهاية الفيديو أعتذر وقت اللي تصوير عندي خلاص انتظروني باتشر رح أنزل فيديو ثاني إنه نشتغل الحاجب ومكان الفام ورح نشتغل حفرة العيون رح نطلع ها شوفوا مثل هاي زرافة شوفوا هاي شكلها وهاي شكلها رح نسوي بنات هاي باتشر الحاجب ورح نطلع حفرة العيون ورح نسوي الأذن ورح نسوي هاي همين ونخيط أجزاء الجسم كل هوية بعض إن شاء الله باتشر بنات أنزل الفيديو الأخير خلي نقول ما قبل البدنة أنا أشكركم لمتابعتكم وليشتراككم للقناة وأني أشكركم على دعمكم وعلى كلامكم والحلوة التي تكتبوها إلي رب يحفظكم وين ما تكونون وباي باي